في محاولة لإحياء الثروة السمكية في سد الوند بمحافظة ديالة أطلق شابان من قضاء خانقين مبادرة لعادة إحياء الثروة السمكية في سد الوند بأطراف القضاء شمال شرق بعقوبة بسبب عدم الدعم الحكومي لهذه الثروة التي بدأت تنقرض في سد الوند صارنا ستة شهر سبعة شهر لحد ما عباد صديقي توكلنا على الله جبنا ألفين وثلاثمين سمكة تقريبا هي الكارب والكرز اللي هي شابوت إن شاء الله راي نجحهم منه وده نجح إن شاء الله كواجباتهم نجيب بعد إن شاء الله هذا كل من جبنا الخاص لا أحد دعمنا ولا شيء هذا خدمة له الخانقين إن شاء الله يستفادون من الصيادين وأكثر من الناس والله ماكو أي دعم أنا وصديقي فكرنا من العام نجيب مجموعة سمك وبها خير إن شاء الله وأهل اللي خانقين استفادوا منا إذا نجح وإن شاء الله راي نجيب بعد وهالمرة الوجبة الأولى جبنا ألفين 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 وشوية هو ساعدناهم جبنا النوع ما موجود بالسد الكارب والكرز المسؤولون في سد الوند أثنوا على مبادرة الشابين مؤكدين أن هذه المبادرة التطوعية ستسهم في زيادة التروة السمكية وستنعكس بنتائج إيجابية لقضاء خانقين ولمحافظة ديالة نحن أيضا إدارة مشروع سد الوند نشجع هذه الحالة التي قاموا بها وهذا أيضا بدورة يكون مشجع لنشجع هذه الزيادة في الثروة السمكية في سد الوند مبادرة الشابين عمر وعباس لأحياء الثروة السمكية في سد الوند وجعله محط أقبال الناس تأتي في وقت يشهد العراق نفوقا جماعيا للأسماك نتيجة الإهمال الحكومي الذي أدى إلى اختفاء الثروة السمكية في العراق في استمرار لمسلسل انقراض الأحياء المائية المختلفة في البلاد